اهلا وسهلا بكم في جزء الثالث من المحاضر الرابع من مقرر تقنية تصوير الطبي. المحاضر الرابع عن موضوع التصوير بالاشعاء السينية. تكلمنا في الجزئين اللي فاتوا على فكرة عمل الاشعاء السينية وعلى انواع التصوير. النهاردة هنتكلم على تعريف بالاجهزة الحالية وقراءة الصور. الجهاز اشعاء السينية العادي. وده الحقيقة ممكن يبقى منه فيلم او رقمي. يعني الحقيقة بقى شكله بالشكل احنا شايفينه هنا دوت. بيبقى فيه عندنا هنا ده مصدر الأشعاء السينية بيبقى موجود هنا. وبيبقى فيه هنا مكان تحت التربيزة بتاعة الكشف بيتحط فيها الكساد بتاع اللي بتحط فيه الفيلم او يتحط فيه اللي هو اللوحة اللي بتوقاس بيها الأشعاء السينية في حالة الأشعاء الرقمية. الحقيقة طبعا هل تخش كده من خلال المريض وبعد كده تطلع هنا على الفيلم او على لوحة القياس وفي الآخر الفني بتاع الأشعة بياخدها ويحمضها أو يدخلها على الجهاز بتاع القراءة عشان في الآخر يقدر يطلع الصورة نفس الجهاز هو يوجه أنه هو يبقى لأشعة السينية بتاعته تطلع على حاجة ناحية الحائط بالشكل ده كده بحيث برضو الشخص اللي هو اللي بيصور ممكن يوقف مثلا يبقى واقف يعني يصور هو واقف ويبقى فيه عندنا الكسات بتاع الفيلم موجود في خلف المنطقة اللي موجودة هنا دي نفس الجهاز الآشعة برضو ممكن هو يبقى يعني يمكن تنقل به بالشكل ده كده ده المظهر بتاع الأشعة بيبقى موجود بالشكل ده والترابيزة برضو تبقى متنقلة ممكن تتحرك بحيث برضو الفيلم بتاعها أو الكسات بتاع الفيلم أو الجزء اللي هو بيقافيه الحساس بتاع الصورة ممكن يبقى موجودة عندي هنا تحت الترابيزة بحيث برضو يقدر الطبيب يتحرك بالجهاز ده يروح من مكان لمكان أو يروح مثلا لمريض في مكان ممكن يبقى صعب ان هو ينتقل للجهاز في قسم الأشعة طبعاً كده الأحديثة كلها بتبقى معظمها رقمية في الوقت الحالي وده طبعاً بيوفر القصة بتاعة الأفلام والتحميد وفي الوقت نفسه طبعاً هعرفين اللي هي الأفلام بيبقى فيها بعض المواد اللي ما بتبقاش طديقة للبيئة والتخلص منها لازم يتعطي بطريقة مخصوصة يعني فبالتالي وجود الأشعة الرقمية أو الأجهزة الرقمية دلوقتي خلى أن ما فيش دلوقتي أفلام كتير موجودة فيه داخل المستشفيات وبالتالي الأجهزة الجديدة اللي تعتبر رقمية هي كلها صديقة للبيئة وبتقل جداً من التلوث اللي بيحصل في البيئة نتيجة للمواد الكيميائية اللي مستعملة في التحميد ومستعملة في الفيلم نفسه الحقيقة الفارق الموجود بين التصوير العادي والرقمي في النظام بتاعه إن إحنا بيبقى عندنا في تصوير عادي بيقى عندنا أفلام عادية بتحط جوه كسد بالشكل ده كده يعبارها عن حاجة بتفتح وتحط جوه الفيلم دوت عشان بس الفيلم ده يبقى موجود جوه ويبقى سهل إن إحنا نقدر إن إحنا الأشعة السينية بتختارق المادة بتاعت الكسد دوت وفي الآخر بتعمل الصورة على الفيلم وبيتاخد الكسد ده بعد كده بيتحط في مكنة بتاعت أو الفيلم نفسه بتاخد تحط في مكنة بتاعت تحميد آلي بالشكل ده كده ويطلع لنا في الآخر الفيلم نفسه متحمد بالشكل ده كده بحيث أن متحط عليه الفيلم يظهر التفاصيل بتاعته فالطبيب كان في الأشياء السينية العادية بيبقى عنده قارق بالشكل ده كده صغير أو كبير بالشكل ده كده ويتحط عليه الفيلم والفيلم دوت هو بيقعد من قدام الفيلم ده يعمل تشفيز بتاعته ويكتب التقرير بتاعته عن الحالة في الأشياء السينية الرقمية بيبقى في عندي بقى بدل الكسات اللي بتحطوا فيه فيلم دوت بيبقى في عندي لوح حساس كده بالشكل ده نشايفينه دوت ده ممكن يبقى يعني مستقل كده ويمكن ساعات يبقى هو نفسه موجود وفيه وصله على طول مباشرة للكمبيوتر بحيث يدر يوصل الصورة على طول مباشرة للكمبيوتر الأنواع العادية دي بيحتاج لها قارئ بالشكل ده كده يعني اللوح الموجود ده بيتحط داخل قارئ والقارئ ده في الآخر بيوصل الصورة بتاعته لحاسب بحيث أنه الطبيب نفسه يدر يشوف الصورة بتاعت الأشعة السينية على شاشة الحاسوب الموجودة فطبعا النظام اللي هو الرقمي دوت زي ما احنا شايفين مفيش عندنا أي تكلفة لأفلام وطبعا في مشاكل إن احنا نشتغل بالأفلام عشان ممكن أفلام دي تتعرض مثلا لإضاءة بشكل غلط أو ممكن اللي هو يعني اللي يسعب من الأسباب في التحميد مثلا جودة التحميد نفسها بيبقى ساعات بتختلف من وقت الآخر يعني لو فرضى مثلا الأحماض اللي مستعملة في عملية التحميد كانت جديدة أو كانت قديمة بنلاقي إن فيه فروقات الحقيقة في جودة الصورة الخارجة من الصورة الأشعة السينية حسب الوقت اللي تاخد فيه الفيلم ده عشان يتحمد وبالتالي ممكن برضو يبقى فيه الصورة تطلع غمقة شوية أو تطلع فتحة شوية ففي بعض الأحيان ممكن نضطر نعيد التصوير تاني علشان المشاكل اللي بتحصل في عملية التحميد دي إنما في الأشياء الرقمية الحقيقة الحقيقة الكلام ده مش موجود تكلفته أقال للحقيقة وطبعا يعني ما بيبقاش عندنا أي حاجة لا علاقة بجودة التحميد بقى في الوقت ده يعني الصورة زي ما هي كده بتقدر تبقى موجودة عندنا ما بيبقاش فيه أعادة للفحص تاني فطبعا بيبقى فيها ميزة كبيرة وكل الأنظمة الحديثة دلوقتي بتالي تتاجه إن يبقى تصوير الأشعة السينية يبقى تصوير رقمي ما هواش تصوير عادي مش بس الحقيقة الفارق بين الاتنين بس مجرد إن إحنا لغينا الفيلم لا ده فيه برضو بعض الحاجات اللي ممكن نستعمل فيها الأشعة السينية الرقمية هنا هي تحسن لنا الصورة بتاعة الأشعة السينية بشكل أكبر بكتير جدا من اللي نقدر نعمله مع الصورة الرقمية يعني دي مثلا صورة لنفس المكان هو هو بتاع الرقبة دي ده ميفصل للرقبة بتاع الإنسان الصورة دي طبعا دي صورة الأشعة السينية شكلها عامل كده دي الصورة الرقمية اللي احنا واخدين لنفس المكان هو هو بنفس كل حاجة فنلاقي إن إحنا هنا قدرنا نعالج الصورة بشكل يسمح لنا إحنا نشوف التفاصيل اللي موجودة جوه العظام هنا ما كناش نادر نشوفها هنا فالفرق الأساسي برضو اللي بين النوع العادي والنوع الرقمي إن ممكن يبقى فيه عندنا معالجة للصور بحيث الطبيب يقدر إن هو يشخص الصور دي بشكل أدقب كتير جدا من الطرق العادية بتاعت إن إحنا نبص على الفيلم على شاشة أو على يعني لمبة بتاعت أشعة السينية الأشعة السينية برضو لها أجهزة متخصصة للثادي بشكل إحنا شايفينه هنا دوت كده هنا بيتحط اللي هو الجزء اللي هو بيتفحص وبيبقى فيه عندنا الأشعة السينية موجودة هنا وبيبقى فيه عندنا هنا الفيلم أو الحساس بتاع الصورة وفي الآخر بناخد الصورة من هنا ونحمضها ونطلع الصورة نفسها وياخد الحساس برضو ندخله على القارئ ونقدر نطلعها بشكل زي ما إحنا شايفين هنا كده على الشاشة يعني هنا مثلا فيه هنا جزء الحساس دوت بيتاخد وتحط هنا في الجزء بتاع القارئ وبيطلع لنا الصورة على طول مباشرة طبعا ممكن الجزء اللي هو اللي منسميه رأس الجهاز دوت ممكن هو يدور بالشكل ده كده بحيث يقدر ياخد الصورة من كذا وضع يعني عادة الصورة بتتاخد يا إما من فوق يا إما من الجنب ممكن ده يسمح لنا إحنا نقدر نعمل الفحصين دول بنفس الجهاز هو هو أكس التصوير المستمر اللي هي الفلورسكوبي كان زمان الحقيقة قبل ما الناس تعرف المخاطر الأشعة السينية كان بيتحط اللي هي المغلب بتاع الأشعة السينية تحت المريض كده والطبيب بيبقى يعني بواصص على المكان اللي بيطلع منه الأشعة السينية بلوح هنا بنسميه الفلورسكوب الفلورسكوب ده عبارة عن شاشة زي شاشة التلفزيون القديم اللي هو اللي هو كان بيبقى فيه فوسفور مثلا بحيث هو يضيق لما ييجي عليه أشعة السينية كان بيستعمله الكلام ده ان هو يعمل بي يعني بالفحص ده هو تقدر يعرف أماكن مثلا الرصاص ده كان بيستعمل في الحرب العالمية مثلا المرضى اللي هم كانوا واخدين الرصاص في جسمهم فيقدر بأن هو يبص بالشكل ده كده يقدر عرف مكان الرصاصة فين طبعا الكلام ده كان زي ما احنا شاهده كده الراجل اللي هو بي طبيب دوت متعارض لأشعة السينية طول الوقت فحاجة خطيرة جدا يعني ده مش بس المريض ده ده كل مرضى بقى بالشكل ده كده فكان الحقيقة الكلام ده كان بيتعامل قبل ما الناس تعرف مقاطر بتاعت التعارض لأشعة السينية فيعني طبعا استعمال ما كانش يعني الحقيقة في حكمة يعني دلوقتي بقى الفلوروسكو بيشتعمل بالأجهزة اللي هي بشكل ده كده بتبقى عادة بيسميها سي ارم اللي هي شكلها عامل زي حرف السي اللي هو الإنجليزي بشكل ده كده بيبقى المريض بتحط في الجنب هنا وبتحط في النص بين الاتنين دول بيبقى هنا في مصدر مصدر الأشعة موجود وفيه في ناحية التانية بيبقى فيه اللي هو الحساس بتاع الصورة وبقت كل الأجهزة دلوقتي بقت رقمية بتاخد الصورة بشكل رقمي وتعرضها لنا على طول على شاشات بالشكل اللي هنشايفينه هنا دوت فالطبيب يقدر يقف هنا في العملية الجراحية مثلا عملية القسطرة او حاجة زي كده يقدر ان هو يتابع الحاجة اللي هو بيعملها في أثناء العملية مباشرة على الشاشات اللي موجودة قصاده في غرفة العمليات فطبعا الاستعمال ده طبعا بيبقى اول حاجة بيستعمل كمية اقل بكثير جدا فيه الأشعة السينية بالنسبة للمريض وفي الوقت نفسه الطبيب نفسه بقى يبقى له بعض الأنواع بقى هو نفسه يلبس حاجة زي يعني واقي من الأشعة زي مثلا احنا شايفين هنا المساعد هنا مثلا لابس واقي بالنسبة للأشعة بحيث ان التعرض للأشعة بالنسبة له يبقى أقل لما يمكن هنا الحقيقة الأشعة كانت وصلة للطبيب بشكل مباشر وشكل في المنتقى الخطورة طبعا الكلام ده دلوقتي حاليا يعني يبقى من الحاجات الناس بتبص عليها في التاريخ وتستغرب ازاي الناس كانت بتعمل كده بالنسبة للأسنان بيبقى في عندنا زي ما احنا قلنا نوعين النوع العادي ونوع البانوراما النوع العادي بيبقى بسيط بالشكل ده كده ده هنا بيبقى مصدر الأشعة السينية موجود والمصدر ده هو بيطلع الأشعة السينية من الفواهة بتاعته من هنا كده الفيلم بتاع الأشعة السينية بيبقى شكله عامل كده فيلم صغير كده بيتحط داخل الفم هنا باستعمال حامل معين الحامل ده زي ما احنا شايفينه بيتحط عليه الفيلم هنا كده ويدخل داخل فم المريض والدايرة دي هي اللي بتعرف المكان اللي هو هيجي فيه الأشعة السينية على الفيلم فهو لو بيحط دي قدام الفواهة دي بالضبط بتحط بتركب قدام الفواهة ويبقى الفيلم هو صاد المريض يعني في المكان اللي هو عايز يصور داخل فم المريض وبيضغط هو على الأزرار بتاع التحكم اللي موجودة هنا عشان يقدر يحصل على الصورة طبعا فيه أنواع من الأفلام دي بتبقى أنواع عادية وفيه أنواع تانية ممكن بدلا ما يحط فيلم كده عادي لا ده ممكن يحط هنا حساس للصورة بحيث ان هو يقدر ان هو ياخد الصورة دي بشكل رقمي برضو فالأشياء العادية اللي موجودة هنا دي ممكن تبقى شكلها ممكن تتاخد برضو بشكل رقمي مش شرط انها تتاخد دايما على فيلم بالنسبة للبانوراما زي ما احنا قلنا أن هي بتستلزم ناخد صور من أجزاء مختلفة من الجسم أو أجزاء مختلفة من الاتجاهات مختلفة بالنسبة للجسم يعني فهو هنا بيبقى فيه عنده حاجة زي رأس للتصوير كده بالشكل اللي احنا شايفينه هنا والرأس التصوير ده بيقى فيه جزء محطوط فيه الفيلم وجزء محطوط فيه اللي هو المصدر بتاع الأشعة السينية والجزء ده كله بيلف حوالين الرأس مثلا بزاوية 180 درجة بحيث ان هو ياخد الصورة بتاعت الفك من جميع الاتجاهات وطبعا ده ينشأ عنها صورة البانوراما اللي احنا بنشوف فيها جميع الأسنان اللي موجودة في الفك جنب بعضيها بالشكل المميز اللي احنا شفناه في الجزء الماضي من المحاضرة فده النوع اللي هو بتاع البانوراما والنوعين ده الحقيقة مستعملين فيه أشعة الأسنان بشكل كبير وده طبعا النوع اللي هو العادي طبعا هو النوع البسيط اللي موجود فيه عيادات أسنان كتير الحقيقة النوع اللي هو البانوراما عادة بيبقى موجود في مراكز أشعة متخصصة أكتر شوية وطبعا النوعين الحقيقة بيسمحوا لطبيب الأسنان أنه هو يقدر يشخص الحالات اللي أصاده بشكل دقيق جدا أشكركم وحسن تابعتكم ولتقي في الجزء الرابع والأخير من المحاضرة الرابعة إن شاء الله